من ضمن الاسئلة هل اداب علم نفس ينفع فعليا منها انك تشتغل اتش ار نعم في كتير بيشتغلوا من كلية اداب سبلا بقى من علم نفس او منش علم نفس بيشتغلوا منها لمجالات ادارة الموارد البشرية ومنها مجال الموارد البشرية اللي هو الادارة بشكل عام ولكن هنا نخلي بالنا من حاجة ان انت وانت بتكلم انت اصلا اداب علم نفس فهيانا لو عملت لحد انترفيو بتعرف التركات ولكن خلي بالك هنا ان عادة اي حد في الانترفيو بيحاول يركز هل عند عندك المهارات بتاعة الاتشار شاطر في الاكسل شاطر في مهارات التواصل شاطر في الجمهور الخاصة بالانترفيو ازاي تعمل الانترفيو والحاجات دي وتقول دي عندك علم نفس فممكن تلنك اللي خليك زي بقى تلنك في الانترفيو انت بتعمل اه اتشار تقول له انا بعرف اعمل انترفيوهات واركز على الجانب السلوك البيهيفيور انترفيو فبص ربط الكلام كله ببعضه ولو تعرف بعد ما تدخل المجال تاخد ديبلوما في الاتشار هترفع البروفيل بتاعك عشان تعمل الكريرشفت ده مظبوط وربنا وفاقك وكتب لك كل خير بازن الله كتير بتبقى حيران وتوجهك اسئلة حابب تعرف اجابات لها تقدر تتواصل معي وتعملك تقييم استشاري الشام الخاص بيك لمزيد من التفاصيل تواصل معي عبر صفحة نسمية على الفيسبوك بصفحة عضية